لطالما كان الصراع بين لبنان وإسرائيل هو العنوان الأبرز في تاريخ أزمات الشرق الأوسط حيث كان الأول هدفا دائما للعمليات العسكرية لجيش الاحتلال منذ ستينيات القرن الماضي بداية الصراع كانت في عام 1968 حينما قامت قوات خاصة إسرائيلية بتدمير طائرات الركاب اللبنانية في مطار بيروت وذلك ردا على هجوم عناصر من مقاومة مقرها لبنان على طائرة ركاب إسرائيلية على متنها 100 شخص في عام 1973 قامت إسرائيل باختيال ثلاثة من قادة الفصائل الفلسطينية بإطلاق الرصاص عليهم في بيروت ردا على مقتل رياضيين إسرائيليين في أولمبيات ميونخ في عام 1972 كما شهدت الحدود الجنوبية للبنان حينها اشتباكات حادة ما دفع كثيرين من اللبنانيين إلى الفرار من الجنوب وفي عام 1978 قامت إسرائيل بغزو لبنان وأقيمت منطقة الاحتلال في عملية ضد عناصر المقاومة الفلسطينية بعد هجوم شنته المقاومة قرب تل أبيب أصفر عن مقتل وإصابة عدد من الإسرائيليين وبالرجوع إلى تاريخ الاكتياحات البرية الإسرائيلية للبنان فقد شهد لبنان واحدة من أعنف وأشرص الحروب في تاريخه الحديث في عام 1982 أو ما يعرف باسم حرب لبنان الأولى حينما شنت قوات الاحتلال هجوما واسعا نطاق على الأراضي اللبنانية وبعد انتهاء الاكتياح أعلن تأسيس حزب الله اللبناني وفي عام 1983 شن حزب الله هجمات ضد قوات الاحتلال بعد قيام إسرائيل بإقامة منطقة احتلال رسمية في جنوب لبنان بعمق لنحو 15 كيلو مترا على الرغم من الانسحاب من وسط لبنان في ذات العام وقد نجح الحزب في قتل العشرات من الجنود الإسرائيليين خلال هذه المواجهات في يوليو عام 1993 أطلق جيش الاحتلال عملية عسكرية باسم تصفية الحساب ردا على هاجمات صاروخية لحزب الله على المستوطنات الشمالية في إسرائيل حيث تم استهداف مناطق في جنوب لبنان ووسطه وشماله وصولا إلى ضواحي بيروت شاركت فيها القوات البرية والجوية وفي ربيع 1996 ومعداء بحزب الله على مهاجمة قوات الاحتلال في المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل شنت الأخيرة هجوما استمر 17 يوما في عملية أطلق عليها عن قيد الغضب أدت إلى سقوط عشرات الضحايا وفي عام 2000 أعلنت إسرائيل انسحابها من جنوب لبنان لتنهي 22 عاما من الاحتلال وقد بلغ عدد القرى المحررة التي كانت وقاعة تحت الاحتلال الإسرائيلي المباشر آنذاك 125 قرية وفي عام 2006 أطلق جيش الاحتلال عملية عسكرية استمرت لمدة 34 يوما عرفت باسم حرب تموز ردا على قيام حزب الله بسهداف دورية تابعة لجيش الاحتلال قتل منها ثلاثة وخطف منها جنديان آخران وأصفرت العملية عن ضمار واسع في الجنوب وصولا إلى العاصمة بيروت بالإضافة إلى مقتل 1300 لبناني وفي الثامن من أكتوبر لعام 2023 اندلعت اشتباكات بين حزب الله وجيش الاحتلال على خلفية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة زادت حدتها في شهر سبتمبر 2024 عندما قامت إسرائيل بتفجير أجهزة البيجر الخاصة بعناصر تابعة لحزب الله إلى جانب قيام إسرائيل بشني سلسلة من الاستهدافات للضحية الجنوبية للعاصمة بيروت ولقرأ لبنانية أخرى في الجنوب في عملية أطلقت عليها إسرائيل اسم سهام الشمال وأصفرت عن استشهاد المئات وإصابة آلاف آخرين لم يشهد العالم في تاريخه الحديث أزمات كتلك التي يعيشها الشرق الأوسط وأزمات كان الغرب سبباً رئيسياً فيها وذلك بدعمه المطلق لإسرائيل والذي كان سبباً في دخول الشرق الأوسط في دوائر لا منتهية من الحروب والصراعات والأزمات والسبب معروف للجميع وهي إسرائيل ترجمة نانسي قنقر